رحب بقى بحضراتكم في آخر فقرة النهاردة معنا وزي ما احنا عارفين عندنا مطش النهاردة بين الأهل وإسماعيل مهم جداً كسر رقبطة والجميل كمان المسلماني قرر الدفع بالناشئين لاكتسابه بخبرة واحتكاك وعتقد دي حركة جميلة جداً ومحترمة جداً وعتقد لها انعكاس كمان هيكون على المنشاط اللي بعد كده يعني بالإيجابي بكل الأشكال هنتكلم بقى عن استعدادات منتخبنا لمباراة السودان كمان وكل ده مع كابتن أحمد عبدالفتاح نجمال أهلي السابق اللي منوارنا كان من شهره وسألته أخبار الستوديو ده ايه لانا اخر مرة كان هناك بس انا مش عاقبك ده يعني صباح الفل صباح الخير طبعاً موجود معكم النهاردة هناك الفيو يعني شين احنا في بيتنا زي كنت قول حضرتك مدفين كده طبعاً أكيد طبعاً طبعاً موجودك معنا كابتن أحمد صباح اقول عليك واستغسر حضرتك نبتدي بالنقطة لان هواند عملت عليها سترس كده هي بتقدم حضرتك فكرة ان موسماني ودفعه بالناشئين يعني دي حاجة طبعاً في منتهى الأهمية هل لها مخاطر زي ما هي لها إيجابيات هل لها مخاطر والله أنا في المباراة السابقة قنت مباراة الجونا كنت بحال المباراة في ساعة الشاب والرياض ففرقت المباراة طبعاً عشان مركزت قوي في المباراة واللعيبة الجوداد بص كل واحد واخد البطولة دي عنده أهداف في ناس عندها هداف تاخد البطولة في ناس عندها هداف ان هي بتجرب اللعيبة الجوداد اللي هما جايين في صفقات يناير في النادي الأهلي والنادي الزمالك والأنديك كبيرة بتفكر في التسلسل الأجيال من اللي جاي الفترة الجاي مصر الموسماني عنده مجموعة من الناشئين وطوله عمر النادي الأهلي بالشكل ده بس انت لما الطعم فريق فيه الخبرات أكيد 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 الأسماء المعهودة والمعروفة والطعم بناشئين بيبقى لطيف لكن لما تدفع بالفريق كاملاً كناشئين قبل البطولة في حصل مشكلة برضو بعض إصابات الكورونا في اللعيبة وعطلت برضو اللعبة شواء بتاخد وقت عبال ما ترجع فأول مباراة بدأت كان ميستر المسلماني لمباراة في جونا فبدأ المجموعة اللي معاه هكيد كان معاه عدد أوليل جداً من اللعبة لأن اللعبة اللي بتاخدين الكورونا بيتمرنوش مثلاً أربع خمس ست ايام فبياخدوا وقت شوية عبال ما يخشوا في التدريبات ويخشوا في المتشوق فبدأ المباراة فظهر لعبة مميزة فممكن الفكرة يعني اشتغلت في دماغه أكتر إنه هو يدي فرصة أكتر للناشئين إننا مش عايزين برضو كذا لعب ظهر بمستوى جياد المباراة النهاردة المباراة هتأكد الرؤية اللي احنا شفناها المباراة الأولياء في زياد مثلاً لعب مميز جداً قدم مباراة لعيب مهاري جداً لعيب أدقه كانوالا أروع طبعاً مصطفى شوبير من الحراس الجيدين جداً وأنا متابع مصطفى أصلاً وهو عنده 15 سنة حارس مرمى جايد جداً وكنت بتمنى أنه يقدم مباراة بالشكل ده عشان مصطفى محتاج دعم طبعاً مصطفى من ساعة ما بدأ يلعب الأقول الكتير أو كابتن شوبير ومصطفى والمجملات كل محد يسألني أقولهم لا مصطفى حارس جيد جداً مصطفى لو كان خدمة بدر شوية زي ما محمد صبح كده وجاد في أمبي كان عندنا مصطفى شوبير كان يبقى نفس الإسلوب ونفس الشكل ونفس الأداء فأتمنى إن شاء الله المباراة دي مرضو مصطفى يقدم مباراة جيدة لأنه محتاج الثقة دي زي ما قلنا زياد زي ما قلنا شرقية زي ما قلنا مثل المسلماني مثلاً قال لك نجم المباراة عبد الرحمن منه من ناس في نص الملعب حدش خد باله لعب نص الملعب تملي مظلوم كرؤية كجمهور كل الناس اللي بتتفرج بتتفرج على الناس اللي بعلابه قدام المدافع ولعب نص الملعب بمظلوم شوية بالزبط بس لكن مستر المسلماني قال لأنا من نجم المباراة عبد الرحمن منه أتمنى إن شاء الله للمباراة النهاردة برضو العيبة دي تأكد للجمهور تأكد للجهاز الفني تأكد لمجلس الإدارة من قطاع الناشئين في النادي الأهلي اللي ماشي بمستوى ثابت جدا كابتل خلت بيبو مدير قطاع الناشئين طبعا نتائج جيدة جدا في قطاع الناشئين واللعب بتاعتنا بينين إن شاء الله أتمنى إن شاء الله شوية شوية كده يباليهم دور في الفريق الأول بإذن الله حلو جدا طيب ده الشكل من بره بس إحنا لو تكلمنا بقى عن المباراة نفسها هي مباراة مهمة للفريقين من الأهلي والإسباعين مباراة مهمة جدا بس لو حتكلمت وركز على الأهلي أسلحة الأهلي إيه اللي مفروض يتم علشان أحسن بقى المباراة لا يمباراة صعبة طبعا الإسماعيلي النهاردة جاي بيلعب في القطة الأساسية جهاز فني برضو جديد مجلس إدارة جديد روح جديدة عايزين يلحقوا نفسهم وضعوهم في الدورة يوحش جدا عايزين برضو البطولة دي بالنسبة لهم شقين الشق الأول الأول يطمن جمهوره عارف جمهور إسماعيلي كمهور قوي جدا جمهور صعبة جدا ما بيقبلش أن الوضع اللي موجود فيه الإسماعيلي دلوقتي نتاج الإسماعيلي الفترة اللي فاتت وحشة جدا فإسماعيلي جاي النهاردة مع الصفقات الجيدة بتاعتي يناير طبعا صفقات كويسة بصرا بلعب نادي الأهلي برضو نادي الأهلي محترم طبعا بس ما طمع إن ملأ أي فرأة بتلعب قدام نادي الأهلي والنشئين ما طمع طمع نكسر من المباراة لكن طبعا برضو لما بتلعب لعب نادي الإسماعيلي بتلعب قدام فرأة لو أعتبر لعبة مجهولة مش معروفين بتبقى مشكلة برضو شوية أنا بملعب قدام مثلا والد سليمان بلعب قدام السلية بلعب قدام الشحات محمد شريف فأنا كلاعب ببعارف أداءه بلعب إزاي عارف شكله وبيجري تحرك إزاي سرعيته عاملة إزاي لكن ما بلعب جنب ولد صغير تلسه طالع برضو مش عارف بطالت لعبه إيه فدي برضو بالنسبة له مجهول دي بتبقى بتخش على حسب بقى لعبة النادي الأهلي وروحهم وده اللي موجود فعلا في ناشيين النادي الأهلي وفي المباراة اللي فاتت طبعا دخل المباراة اللي فاتت محمد محمود مزلن ظهر شايف من أول مباراة ليه شايف إن هيبداية جيدة جدا حسام حسن بعد إصابة طويلة برضو شايف إن هيبداية كويسة صلاح محصن هتمنى تكون صلاح لتكون الإصابة للمباراة الأخيرة تكون خفيفة ما تبقاش جامدة أتمنى بقولي ده النهاردة المباراة الإسماعيلي اللي هتاخد سيكل للمباراة الإسماعيلي فرعاة مباراة بس خلي بالك برضو كابتن أحمد يعني ما ده جزء كان يعني خلفية لسؤالي السابق لحضرتك فكرة إن برضو الناشيين حتى لو جاهزيتهم وصل درجة 100% لكن أكيد لها خضة لما يلعبوا فريق زي الإسماعيلي يعني أنا ياسم الإسماعيلي كمان من الفرق إلى جانب إن هي فرق من الفرق التئيلة قوي ودايما مطشطها مع الأهلي بالفريق الأول بتاع الأهلي بيحجروا جامد معا أكيد طبعا فدي برضو ممكن تبقى مسئولية مضافة على كاهل اللعيبة الناشئين فيبقى لها خضة ده دور الجهاز الفني وإن هو بيشيل كل الحاجات النفسية دي قبل المباراة متخفوش متخفوش إلعابوا اللعبة بتاعكم كل لعيب من لعيبة النادي الأهلي دلوقتي إنهم الصغيرين عندوا أهدف عندوا عايز يظهر أو يزبط لمستر المسلماني ودي فرصة جايلة ومجلس صغيرة النادي الأهلي انت عارب برضو النادي الأهلي بيشتغل مش بيشتغل عشان مدير فني مستر المسلماني محترم طبعا دي موجود دلوقتي السنة الجاية السنة اللي بعدها بس النادي الأهلي اللي استراتيجية طويلة بيشتغل عليها بيحط اللعيبة الناشئين بيحطهم تحت بقرة معينة مين اللي هيكمل مين اللي هيوصل فيه في وقت معين مين اللي هيبطل في النادي الأهلي فمين اللي هيحل مكانه كل الحاجات دي بتشتغل مع لجنة الكرة في النادي الأهلي لكن فعلا زي ما تقول المباراة صعبة جدا بس برضو التركيز لعب الإسماعيلي هل لما يلاقوا لعبة النادي الأهلي الصغير هل هو نفس تركيز لما يلاعب لعبة النادي الأهلي في رقل السيا دي بتبقوا برضو في المباراة وحسب شكل المباراة وبداية هذا بشكل عمل ازاي طيب لو كلمنا عن القصة هنا في اندمام الناشئين وقصة النجاح واللي ممكن ده بقي ليه تأثير على اللي جاي بتشوف لو مثلا قلنا النهاردة أبدع عناصر معينة من الناشئين وممكن مثلا لو شاركوا بعد كده هل ممكن نتشوفهم بقى خلاص ضمن القايمة الأساسية مثلا قريبا يعني خليني أعرف منك برضو ازاي ممكن تبشي والله يا لحسب كل رؤية طبعا الجهاز الفاني مستر المسلماني ورؤية ايه المكان اللي عندي مشكلة في الناديلاهلي أنا في مشكلة ايه عندي مكان ايه فببنداء أبص في قطاع الناشئين أو لو ببص عندي في البديل الأول لو لقيت البديل في مشكلة برضو فبنداء أبص في قطاع الناشئين هبدأ أدخلهم في قصة التاملين الأول الموضوع فيها أقرم توفيق وبادر بانون للصح هنعرف عندنا يعني مشاكل ربنا يشفيوم إن شاء الله كل حاجة بسيطة بإذن الله بالنسبة لبانون طبعا إصابة طويلة شوية لأكرم أنا بقول لوجه نظري أكرمت حسد الكلام كان عليه كتير في فترة اللي فاتت والله والله ممكن اللعيمة بتوعنا فعلا بيتحذ أصوال حقيقة مفار حسد الحسدين أكرم لعيم جامد جدا وقوي وراجل وكل حاجة حلو صح فعلا تمنا إن شاء الله تكون إصابة هربات صليبي بس على حسب بقى أنت وجدعانتك أنت وشطرتك أنك ترجحها بسرعة أتمنى إن شاء الله أكرم من لعيمة المائزة جدا بس برضو عايز أتكلم نقطة مهمة جدا محمد هاني وأداء المباراة اللي فاتت كان على أعلى مستوى طب منك جمهور النادي الأهلي إن محمد هاني لو لعب في مكانه وليه محمد هاني حاجز المكان ده فترة طهولة جدا محمد هاني لما يلعب إن شاء الله في البطولة كاسا لعب قدر لأ محمد هاني قادر إنه يلعب في المكان ده وقدر إن هو يدي أداء ممهيز طبعا طبعا طيب عايزين برضو نعرف رأيك في البطولة نفسها بطولة كأس الرابطة هذه البطولة اللي يعني استجدت في الفترة الأخيرة واللي أضيفت لمنظومة وخريطة البطولات في مصر شايفها إلى أي درجة هتكون مفيدة؟ أنا شايف أن هي مفيدة للجهزة الفنية إن هي بتبدل تشوف اللعاب البديل اللي عنده يبدل يدخلوا في الماتشاط في اللعابة بتبراجع من الإصابة العابة جاية في مثلا في صفقات يناير برضو يدخلها في وسط الفرقة أنا من وجهة نظري كل محدش من الأندية كلها عينه إن هو مثلا تركيزه الأول إنه ياخد البطولة لا لا كل تركيز إن أنا بعمل تيم كويس عشان عندي بطولة الدورة جاية صعبة جدا فأنا بشتغل مع المجموعة دي اللي هي إذا كانت جاية لي في يناير إذا كانت قطاع النشئين إذا كان اللعابة اللي راجع من الإصابة ببدأ أهلها لمجرات الجاية الدور إن شاء الله طب قبل ما نروح ليه يعني ملف المنتخب لأنه فيه كلام بصراحة بقى كتير جدا خليني أروح للصفقات الجديدة في الإسماعيل تلت صفقات أعتقد برضو مهمة جدا لو تكلمنا أكتر عشان نبقى عارفين طبعا أي الإسماعيل عنده مشكلة جديرة جدا النتائج اللي ظهرت في أول الموسم مش ده ندل إسماعيل ندل إسماعيل على طول لو خلال مثلا العشر السنين اللي فاتت أو اللي قابليها الدوري شكل الدوري لأهل زمالك إسماعيلي مصر لأداء الجمهيرة جمهيرية بتبقاليها شكل طبعا في الدور إسماعيل بقاله موسمين تلاتة بيصارع والموسم اللي فات كان برضو بداية وكتوحشة جدا لولا بس كابتر رحب جلال تولى المسئولية والدنيا تلحقت شوية دي نفس المشكلة برضو بتقابل لإسماعيلي السنة دي فالخوف من الإسماعيلي برضو مش كل سنة بيحصل كده وتلحق تدر تلحق نفسك أتمنى طبعا إحنا كجمهور بنحب الأنديا الجمهيرية الإسماعيلي المحلة المصري المنصورة وبنحب ماتشاتنا معهم بس أكيد أكيد برغم العصبية في الماتشات ده طبيعي جدا وفي كل العالم مش في مصري بس طول عمر المبارسة الأهلية والإسماعيلي النادي إسماعيلي معروف بالمهارة العبال عندهم مهارة العبال أداءهم حلو أو في الملعب طول عمرهم بتال عليهم برازيل مصري بالظبط كده وما فعلا حتى الجايبين هم يعني لاتنز كلهم يعني من بوليفيا والجاميكا والإفواري الأخير جاننا موريل أكيد هم شافوهم وليوم سي في ودخل معهم في التمرين مدير فني أرجنتيني فأكيد بيختار برضو من نفس القارة وريبين برضو فهو جايز هو شايف الدوري هناك أو كم يمازل شغال في الدوري هناك فمختار لعبة من الدوري دي من الدوري ده فأتمنى زي ما بقول الإسماعيلي برضو يكون في وضعه الطبيعي كنادي كبير في مصر وأتمنى نشوف من بوراك ويسا النهاردة إن شاء الله بإذن الله أنا قابل المنتخب بس عندي نقطة أخيرة لأن أنا عايزة أن ردود الأفعال الموجودة على السوشيال ميدي البعض مش ناس كثيرة بس البعض أنا شوف تعليقات إن البعض متخوف أنا منهم أه لا البعض متخوف فعلا إن فكرة هنا الإسماعيلي زي ما حضرتك بتقول في إطار جديد صورة جديدة وإحنا بنلعب بي أو يعني عندنا ثقة طبعا ولكن إحنا معظم دلوقتي الفريق برضو من الناشئين والشباب فالبعض متخوف من الصورة دي متخوف ليه أن نخسر هنتغلب ما أنا بقولك أهداف إحنا أهدافنا مش البطولة مجلس الإدارة ومستر موسماني فيه حطين استراتيجية أن لا مش البطولة مش هو الهدف البطولة لا الهدف إن أنا وإن خلت إعداد أهداد بأول اللي قطعنا شيء ده اللعيبة المميزة دي أطلع لو طلعت بعد البطولة دي لعيب أو اتنين مميزة خش في الفريق الأول أحسن من البطولة دي بكتير جيدة يعني إحنا أخذينها يعني هي بطولة ودية يعني خلينا نتكلم بهذا الشكل اكتشاف مواهب تحفيز أكتر زي ما بنتكلم أنه إحنا بنعد اللعيبة بتوعنا لكن مش هدفنا أصلا البطولة لا 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 زي بقول حدك زي بعد بطولة أفريقيا زي مثلا في الموسم السابقة في بطولة أفريقيا في مثلا الفترة دي بيشتغل كله بقى المدربين ماتشاط ودية قبل ما المنتخب يرجع تعرفين ناس حتى الماتشاط الودية بتحب تكسبها عشان كده أقول لك يعني ما تكلم بلسان الجزء أكيد طبعا أنت عارفة جمهور نادي الأهلي أو إحنا كأهلوية متحودين لو بنلعب دورة رمضانية عزي نكسب وده عادي نحن نطلع بصد سريع كده للتقاط الأنفاس ونرجع بقى نفتح محضرتك ملف المنتخب وممكن جدا كمان تكون البداية مع لعيبة النادي الأهلي اللي في المنتخب الكلام ده هنتكلم فيه بمجرد العودة من هذا الفصل اتفضل يا أهلا بكل حضراتكم عودة مرة تانية عشان نكمل كلامنا بقى مع ضيفنا العزيز كانت نحمد اللي وقفنا معاه في الكلام عند تفصيلة المنتخب احنا انتقلنا فقا بالكلام وقلنا نفتح معاك ملف المنتخب وتحديدا رؤيتك لأداء لعيبة النادي الأهلي تعالي نتكلم في التفصيلة دي في الأول رأيك في أداء لعيبة النادي الأهلي الموجودين في المنتخب وفكرة ان انت في كتير جدا من الأحيان بنشوف كل واحد فيه في مركز مختلف تماما عن مركزه أكيد طبعا نبتدي مثلا بأكرم توفيق الصابع اللي حصلته لأول مباراة طبعا عثرت أولا علينا كنادي الأهلي وتاني حاجع كلمنتخب أكرم لقونا زي من العيبة المميزة جدا للفترة اللي فاتت ووجوده في أي مكان بيلعب فيه إذا كان بكرايت إذا كان دفندر من العيبة المميزة جدا أكرم فأتمنى إن شاء الله يا رب الشفاء العاجل دي ويرجع لنا بالسلام بإذن الله نتكلم على الصلاية شايف انه أداء المنتخب المصري والأقويل الكتير في المباراة الأولانية وشكل المنتخب محدش تكلم ان الصلاية مش موجود محدش حاسس بدي لأن الصلاية اللعبة المميزة جدا زي ما يقول لك اللعبة اللي بتاع تنص الملعب مظلومة إعلامين محدش بيواخد باله محدش قال إن إحنا أداءنا المباراة الأولانية وحش عشان الصلاة مش موجود لا فعلا الصلاة لما رجل اللعب المباراة الثانية شكلنا بتغير مع عبدالله الصعيد مع إنني شكل المنتخب بدي طعم كمان للجمل اللي بتتعامل بس شي برضو إن حمد فاتحي لازم يقول لي يدور أقوى شوية حمد تظلم في المباراة الأولانية فجي قرار ميسر كوروش إنه ملعبش المباراة الثانية وبسيقوا لعب جزء من المباراة الثانية أنا زعلان للمحمد شريف محمد شريف مع المنتخب أنا بتكلم شكل محمد شريف نفسه نفسيا مش صحبين عليه فعلا لما أنا بشتغل مع مدير فني وحاسس إنه هو مش مقتنع بي دي بتقللني وعلى عكس الثقة اللي أخدها من موسيماني وشوفنا التألخ اللي حصل هو شكل محمد شريف من اللعبة لنفسي شوية تتعامله نفسي وتحسسه بوضعه وتحسسه إن أنت رجل مهداف الدوري وإنت 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 وليك دول مهمة جدا معايا جايز ملعبكش بس بكلام وبالإحساس هاتلين لما انزل حتى لو عشر داقة بشكل مختلف محمد شريف بينزل بس حسنه مغضوع بحس إن محمد شريف أصلا مع النادي الأهلي بيقرب للكورة بيقرب للكورة وعايز مشترك في كلورة بحس إن محمد شريف مستخب به مش بس محمد شريف بصراحة لعيبة كتير يعني أنا بكلم عنك محمد كلاعيب في النادي الأهلي فأتمنى إن شاء الله يكون محمد شريف ليه دور أكتر الفترة الجاية يأخذ وقت أكتر شوية أداي بقى المنتخب عامة لا مش عجبني خالص مش هو دا دا مش منتخب مصر بصراحة أنا كتبت كلمة على الفيسبوك كده قلت إحنا بنتهت إحنا بنتهت والله معبرة مش يعني عارف لما فرقة يباليها شكل فرقة يباليها شخصية قوية شخصية قوية فعلا فرقة بدون شخصية ما لكش شكل ما لكش قوة مش عارف تكسب أيا كان من الخص خسارة إن دا حصل وإنت معك لعيبة بالكيفية دي بالكواليتي أنا مش عارف إيه السبب بس أنا بتكلم هل هي طريقة اللعب إحنا برضو إحنا عايزين نقول بالنا إن مستر كولوش بيلعب طريقة مختلفة عن معظم أندية الدور الممتاز أندية العالم أه لا هو بيلعب بشتغل عشان كده أفشة إحنا برضو محدش أخد باله من النقطة دي وليه أفشة مش موجود معاه صبت أفشة مش موجود معاه لأنه هو بيلعب بطريقة 4-3-3-3 غير 4-2-3-1 يعني عنده مركز عشرة ده بالنسبة له مالغي طب مش 4-3-3 دي كتتستدعي يوجود حد زي أفشة حد جي طارق حامد لا هو بيشتغل دي بندر واحد وجنبه اتنين المفروض يبقوا بشكل معين بس أنا برضو الاتنين اللي بلعبوا مش هموا دول من وجهة نظر يلعبوا لازم هف يمين و هف شمال يشتغلوا رايحين جايين يعني مركز أفشة أصلا انت ممكن تلعب مثلا في حتة دي زيزو ممكن يشتغل فيها كواسا ممكن رمضان صبحي يشتغل في حتة دي بس دول لهم دور دفاعي لكن انت بتلعب السلية وعبدالله السعيد والنيني التلاتة طريق أدأهم واحدة عشان كده أدأهم الهجوم أولا جدا محدش فيهم بيزاو بيزيد طريق 4-3 التلاتة دي اللي هو بلعبها لازم الاتنين اللي تحت مثلا لو بلعب السلية لازم الاتنين دول يباليهم دور هجومي مهم جدا لكن احنا مبيشتغلوش فهو مقتنع بالطريقة دي عشان كده وجود أفشة بياخدش أفشة خالص في المنتخن لكن لو لعبنا بنفس الطريقة بتاعتنا حد أقنعه بس أنا عارف ان هو أدنغه ناشفة شوية ومقرر الطريقة دي من زمن جدا وحتى قاله قبل ما ييجي ان أفشة هباليه دور صعب جدا عبال ما لو جي كيروش فهو مش هقول غرور هقول ان هو مصمم على أداؤه مصمم على فكره مصمم على تغييراته هو لا يعترف بأرائي يعني حتى من كلام حضرتك يعني جيف بالي فكرة هنا هل أصلا الجهاز المعاون بتشوف ان المفروض يكون ليه دور أكتر من كده لأن دي ما ناس كتير علقت عليها يعني انا كمساعد واشتغلت المساعد واشتغلت المدرب عام مع المدري فاني انا رأيي استشاري يعني انا بروح للمدري فاني بقوله ايه رأيك كاز ده كاز ده كاز بسوين مدري فاني اللي بيقض القرار فاللي بيقول كابتال دي السيد وفي استماع بس بيحصل الاستماع ده يعني كابتال دي السيد مثلا ما بيعملش حاجة كابتال محمد شاولاء ما هم دورهم ان هم بيقولوا بس هم مش هيروحوا مثلا يمسكوا بقول لك انت لازم تغير لا ما بيش حاجة سمها كده ايه بس برضو في المقابل هم بيقولوا على طول وعلى طول كلامهم اللي يعتد بيه ولا يتحد ايه لازم تجهز المعاون بقى مهو هي بقى المدير الفني كل مدير فني وشخصيته في مدير فني بيقتنع بكلام المساعدين ايو بش الشخصية دي لازم نشوف لها نعكاس ايجابي ما في ارضية الملعب في نتيجة في لا سمح الله اداء يعني فهم قصدي وقادي احلم بالكلب بس على الشخصية عايزين نشوف لها امارات ما هي دي المشكلة ان مستر كوروش عنده قناعات معينة عنده فكر معين مصمم عليه ما بيسمعش كلام الناس اللي هم يعني برضو مستر كوروش برضو هو ما شافش لعبة كل الدور مصر لكن مثلا كابتن ضيا عارف لعبة دور مصر كويس او لعبة المنتخب محمد شاوق عارف لعبة المنتخب فلما اجا اقول لك على لعب مسلا معين بلاش تلعبوا الفترة دي بلاش انا عارف اللعب ده اولا نفسيا وفنيا وبدنيا وكل حاجة لكن مستر كوروش عنده قناع يعني المباراة اللي فاتت محتربي طبعا مرموش من اللعبة جيدة جدا وكل الناس شايفة مرموش شوحش جدا والناس تقول لأول تغير مرموش ما يغيرش مرموش هو القناعات وعنده حاجة برضو كل مدير فن وعنده فكر انا وجهة نظر انه هو بيحط التغيرات قبل المباراة فيه ناس بتاعم ولا الله عظيم يعني مثلا مصابة محمد هيخرج في ديئة 60 طب غض النظر عن المباراة بتقول ايه المباراة رايحة فين واحنا محتاجين مثلا انت بتنزل زيزو عشان نعمل هيعمل اوبارات زيزو فمصابة محمد هو اللي بيلعب دماغه اراح مخرج مصابة محمد طب من اللي هيلعب دماغه طب انت منزل ده عشان نلعب كورة عرضية فيه حاجات كده بتحصل لقول لأهواء يعني هو بأكيد لان فيه مدربين كتير جدا بتشتغل بشكل ده بس هو فكر انا بحضر التغييرات وبحضر ده هيلعب بانانين فهيشتغل مثلا 60-70 ديئة ده هينزل يا لعبي 30 ديئة على حسب العوامل يا كابتن احمد الفكر ده مش ناجح يعني انا مش عايزة قارن كيراج بكوبر رغم الفترة فاتت ناس كتير عملت هدي المقارنة السماء يعني ماشي فلا حتى الروح بتاعت اللعيبة مش شايفينها يعني الواحد دي احزن كجماهير مصرية وكمال مش شرط مصرية عربية فيه بيشجعوا منتخب مصر فلا تيجي تشوف حتى اللعيبة الروح القتلية لا ده روح انهزمية فانا احزن يعني انا احزن على اللعيبة بتوعي على المنتخب بتاعي فلا فيه حاجة صعبة فيه حاجة صعبة بتحصل على الارض يعني كنا بنتكلم لما الجين منتخب يلعب البطولة العربية فيه حاجة شدتنا اوه هي الروح اي الروح في البطولة العربية كتحلوة جدا جدا وانا المنتخب بدأت روحه ترجع وبدأت اللعبة عندها شكل وعندها روح وأدانة كبان جدا في طول العربية جينا في البطولة دي ما عرفش إلي حصل أنا مش فاهم ليه شكل المنتقب بالشكل ده إلعب اخسر أنت عارف الجمهور المصري ممكن يخسر عادي جدا بس لو المنتقب قدمه براكويسة هايولك الناس دي خرجت وعمل براكويسة لكن إحنا كسبانين إحنا كسبنا المرة اللي فاتت والناس دي علانة فده الجمهور اللي بتزوق ده الجمهور اللي بيفكر في فرقة كابتن حسن شحاطع وقهاز الفني وكابتن شاول وحسن جعلاش بقى للأيام الجليلة وكابتن حمد سليمان وقهاز الفني لا نملك لأننا نعمل فلاش باك للأيام الحلوة دي ما قدمناش اختيار تاني وقجبرنا على هذا الأمر لأن انت فعلا شتان ما بين اللي كنا حضرينه زمان وبين اللي احنا حضرينه زمان بس أرجع برضه قوله تماما جدا القماشة غير القماشة لا لا مجموعة لعيبة برضه جات في وقت لو فقرنا كده في كل مكان لو من خط الظهر إبراهيم سعيد جمعة وقل جمعة سيد معاوض الله أرحم بس لو الجيل ده كان موجود زمان كان حيبقى أداء يعني مئة مرة أحسن من اللي احنا شايفينه برضه ده يعني الأساس برضه مش بس اللعيبة الأساس الجهاز الفني اللي موجود أكيد طبعا الجهاز الفني اللي دور كبير جدا مع اللعيبة كنا حنشوف حاجات تانية على الأقل حاجة لو ما فيش كورة على الأقل نفسها ما هي ده بقى الشق البدني حاجة والفني بس الشق النفسي منسي يعني مش موجود احنا شايفين ده في الوش اللعيبة في الأكشنات اللعيبة أكيد حتى محمد صلاح كمان لما جاب الهدف المبارة الفاتح تبص على محمد صلاح لا في حاجة محمد صلاح محطوط تحت ضغط عصبي قوي جدا مشايلينه يعني المنتخب يعني أكتر من كروش محمد صلاح محمد صلاح فيه يا جماعة محمد صلاح بيلعب مهاجم يعني عشان أظهر كويس محمد صلاح بيظهر كويس في ليفربول عشان لعيب نص الملعب بلعب له أربع خمس حولة عشان بروح للجون كما أنا أروح محمد صلاح مثلا عشان أنا محمد صلاح عشان أحسن عايي في العالم هرحوا أدو الكورة من عند محمد الشناوي أجبها هذا ما ديش حاجة كرة في الكورة بجاب دفاع فكل واحد نحطوط تحت ضغط عصبي جدا عندنا حلم إذا كان لعيبة إذا كان جهاز فني إذا كان جمهور إذا كان الناس المشرفين على المنتخب كل حلم أن إحنا ناخد البطولة بس أنا من وجهة نظري شايف أنه مو وارد يحصل لا صعب جدا طب بلاش خد الأنقع منه هل شايف أنه وارد إحنا فعلا نتأهل لكاس العالم باللي أنت شايفه ده بص مباراة كاس العالم دي أصلي دي مبارتين ممكن يحصل فيهم أي حاجة روحك ما ليبي كان مبارتين وبعيدا عن كاس العالم تمام ما ليبي كان مطشين شفت فيهم ما يا صور لا ما شفتش بس الهدف ده مباراة في وسط مجموعة كانوا أفضل حالة في وسط المجموعة إنك إنت لو خسرت تلحق غير مباراة فاصلة بس لما تيجي تبص للخمس فرق التصنيف الأول جزائر تونس مالي السنغال ناجيريا فرق صعبة جدا إنت لو أنا سألتك تتمنى تلعب مين ترد عليها تقول إيه لو إيه معلش خمس فرق المنتخب مصر هيتحط في القرعة بس جزائر وتونس بكنوش أفضل حاجة في أمم أفريقيا مالي السنغال إنت من وجهة نظرك هتختار من المنتخب مصري يلعبه ونقدر نعمل مع نتيجة في الظروف العادية هحطار في الظروف العادية الجزائر وتونس مش الأفضل خلينا بردو نقول تونس مش المعتادة ولا الجزائر المعتادة هو ده أنا من وجهة نظري أو أتمنى لما تيجي القرعة تشتغل يا رب منتخب تونس يا رب منتخب الجزائر على الأقل هي كتصدمة مبارح أصلا للجزائر بصراحة محدش برضو قال المتوقع برضو إحنا برضو مش عايزين ننسى إن البطولة مختلفة في بلد كاميرون لعبة محترفة الملاعب ساعات بتسد النفس شوية لكن لما يجي يلعب على كاس عالم لا موضوع مختلف تماما يعني إحنا نفسنا نفسنا لا 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 مبارحة صعبة جدا نجزائر متعاشمين إحنا متعاشمين لكن إحنا كأداء المتخب زي بيقولوا كده في مثلا لا يصر عدو لا حبيب حتى على صعيد التصريحات يعني كان رأي حضرتك إيه في التصريحات اللي قالها كيروش في مراحل مختلفة ابتداء من التصريح اللذيذي الأولاني خرص بتاع إن كاس العرب ده ما معناه يعني إحنا جايين نقضي وقت نايس وقم أفريقيا كمان جايين نقضي وقت نايس وحسبوني على الوصول للنهايات كاس العالم إيه رأيك في التصريح بص يعني ده أكيد لو قال الكلمة دي يبدي تصريحات مسؤولين قعدوا معاه لازم نفهم كده الناس اللي قعدت معاه وبتتاقد معاه أكيد حسيت مش هقول مش هقول كلمته في كده إحنا هم حاجة عندنا كاس العالم إحنا عارفين إحنا راحين أفريقيا دي مش ناخد البطولة فالرجل وصل له الإحساس ده بالنسبة للمسؤولين ولو ده حقيق مش هؤلاء حاجة تاني برده برده إنت وإنت بتشتغل لازم تعرف أن تشغال مع مين ويوصل لإيه محترين طبعا المنتخب المصري لأ المنتخب المصري مش هو المنتخب اللي قدر ياخد البطولة دلوقتي ممكن الظروف تساعدك وتقدر توصل لدور والتاني لكن لا مش المنتخب المصري اللي هو الأفضل في البطولة فعشان كده برضو أنا كمدير فني أو كمسؤولين لا عارف المنتخب بتاعي وصل لفين بس دلوقتي ما هو وصل لفين ليه ما هو وصل لفين ليه ما حاجات كتيرة بقى لو كلمنا فيها كتب مواضيع كتيرة لكن اللي بتكلم على شكل أو أداية لعيبة المنتخب أو القماشة اللي موجودة لفترة دي عندك مشكلة في الأعمار مثلا بتكلم في نص الملعب للمنتخب المرة اللي فاتت متوسط العمار عالي جد إذا كان عبدالله إذا كان السولية إذا كان النيني التلاتة كبار فوق التلاتين أتمنى كنت أتمنى مثلا إن في وسط التلاتة دولة مثلا واحد صغير يعني لازم أكون كده عندي كمية جارية أكتر ده أنا في المنتخب الكورة من الرجل الرجل ما فيش حد بيختارك محدش بيتلعب النص المعلقة بيوصل فأكيد هما يعني مرضو مستر كروش عارف النقطة دي كويس جدا فعشان كده بيتكلم كل كل كلام وتلاقي تصريحات على مباراة كاس العالم تصريفات كاس العالم المباراة النهائية على كل حال إحنا هنروح فين ما إحنا هنستنع ونشوف عايزة بقى روح مع حضرتك كابتن أحمد ليه التشكيل الأمثل دولاتي للسودان وربنا يستورها إن شاء الله أنا مش عايزة على السودان خالص مش فرقة لا 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 سودان مباراة أنا عشان من وجهة نظر مباراة سهلة سهلة أحنا بمقول كده ونرجع لا لا هنكسب إن شاء الله إن شاء الله بس أنا أنا عايزة أخذ مباراة السودان دي أيوة تحضير للمباراة دور 16 بمعنى إيه ممكن نلعب الجزائر ممكن نلعب غيمية فرقة قوية مثلا لو أنت في المركز الثاني في المركز الأول فشكل المنتخب من وجهة نظري أنا عندي فكرة معاين هشتغل بي إيه هو في ظل إصابة الوينش في ظل إصابة فتوح بأتمنى إن شاء الله فتوح لني يلحق لكن إصابة الوينش العضل الأنميدي عضل أرخمة شوية ممكن تطول شوية وأكرم فعندي عمر كامال عبد الواحد ظهر بأداء كواس أول مباراة الفاتح بس عمر عنده شغل هجومي أكتر لو لعب عليه جناح قوي هيعمله مشكلة فالشكل من وجهة نظري أنا لأتمنى إنه يلعب به مباراة السودان يلعب ثلاثة زي مصر المسلمان يبقى بيلعب في مصر أو في بطاة أفريقيا يلعب ثلاثة محمد عبد المنعم الثلاثة محمد عبد المنعم وأحمد حجازي وأيمن أشر قالت الثلاثة ودي حرية إذا كان عمر كامال عبد الواحد ناحية نمين وأحمد فتوح وخلي الثلاثة دولا يدفعوا دي هتدي قوة هجومية قوي جدا زي ما بيعمل مستر المسلمان اللي ما بيدي حرية لعلي معلول وخلي أيمن أشر في ناحية الشمال وبدر بنون وإذا كان حمد فتحي في النساء نفس الطريقة دي لو اتعاملت مع المنتخب هيبقى عندنا قوة هجومية لأن أنت عندك منص ملعب ممكن بقى تلعب حمد فتحي والسلية وتدي فرصة تزيزه ورمضان مثلا وقدام هتلاقي محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد فشكل المنتخب بالشكل ده أنا من وجهة نظري هتبقى أفضل أنت قلت في النص كده كلمة ذهبية اللاو تعمل اللاو تعمل ما أنا بقولك هو قناعاته كلام دا يبقى حلو اللاو تعمل أنا أقولك بصد الكلام إن هو يعني إحساسك كده من تصريحاته أو كلامه أو فكره في نسبة غرور شوية السيفي بتاعه السيفي بتاعه قوي جدا وجاي بقى منتخب مصر على الخريطة من منتخب مصر على الخريطة لأ منتخب مصر ده واخد ثلاث أمم أفريقية واربعة غير مثلا خمس ستة قبل كده خمسة قبل كده لأ السيفي قوي جدا فأنت لما تمسك منتخب مصر لأ دي حاجة كبيرة جدا بس هو ريال مدريد إيران في كاس العالم فرقة كديرة جدا في كاس العالم فالسيفي بتاعه قوي جدا فهو حاس إن منتخب مصر ده أولي العلي من وجهة نظري والله أولي العلي كان حقق حاجة طيب يعني حدلات أتمنى بقى أتمنى أتمنى بقى عشان حتى مستر فينجادة قال تصريح غريب جدا تحس إن بدأ ياخد من المصريين قال حاجة غريبة جدا بعد المباراة قال لك هو محمد صلاح جاب الجنب هو عارف إن التصرحات قالت هو محمد صلاح زيلع فرود محمد صلاح زيلع فرود فمحمد صلاح لما مصرح محمد صلاح لما مصرح خرج لعب فرود فجابه هدف فبدأ يرد على المصريين هو بقى مصرح محمد صلاح جاب هدف إزاي بقى هو بيلعب إيه أنت خلاص بقى خلاص بقى مننا نخش بقى ونقح على بعض بالكلام ليه حق الصلاح دورت الدنيا كلها النهاردة ببودك معنا شكرا جزيلا شكر وإن شاء الله نشوفك على خير بإذن الله شكر جدا نشوفك ونبقى مبسوطين بقى ويبقى أداء مختلف ويعني سكور مختلف إن شاء الله نشاء الله نورتني كتر أحمد ونشكر حضراتكم على متابعتنا نشوفكم بكرة إن شاء الله أنا وكريم وحلقة جديدة وعاش السبت في الأهل